السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف السادس ابتدائي فصل الدراسية الثالث معكم معلمتكم حصرمح نستعرض سويا قوانين التعلم عن بعد أبحث بداية أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز الكتاب والأداوات التي أحتاجها في الدرس أجلس وجلسة صحيحة أتعلم يا طلابي وطالباتي جيدا حتى أتفوق أجلس حتى انتهاء الوقت أحسنتم يا طلابي وطالباتي أحسنتم هنا نستكمل درسنا لهذا اليوم إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البذل للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة درسي لهذا اليوم هو توحيد الألوهية توحيد الألوهية هدف العام معرفة توحيد الألوهية معرفة توحيد الألوهية الأهداف الخاصة أن يعدد الطالب والطالبة أنواع التوحيد أن يتعرف الطالب والطالبة على معنى توحيد الألوهية أن يذكر الطالب والطالبة معنا توحيد الألوهية أن يذكر الطالب والطالبة آيات الدالة على توحيد الألوهية أنواع التوحيد ثلاثة يا طلابي وطالباتي هناك ثلاثة أنواع للتوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهو درسنا لهذا اليوم وتوحيد الأسماء والصفات درسنا لهذا اليوم هو ثاني نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية نتعرف عليه الآن ما هو توحيد الألوهية يا ظلابي وطالباتي هو إفراد الله بالعبادة كيف أفرض الله بالعبادة يا ظلابي وطالباتي أصلي لله أحسنتهم وأصوم كذلك لله وأحج كذلك لله وماذا بعد جميع العبادات أدعو الله وحده لا أشرك به شيئا توحيد الألوهية يعني إفراد الله بالعبادة الله خلقنا وخلق كل شيء لماذا؟ لعبادتها أحسنتم يا ظلابي وطالباتي خلقنا الله لعبادته وحده لا أشرك به شيئا الأشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله ماذا تعني أن أعبد الله وحده لا أشرك به شيئا لا أشرك به شيئا أحسنتم يا ظلابي وطالباتي من الذي نصلي له وحده لا شرك له؟ من الذي نصلي له؟ نصلي لمن يا ظلابي وطالباتي؟ أحسنتم نصلي لله وحده لا أشرك به شيئا وأدعو الله من الذي ندعو وحده لا شرك له؟ ندعو الله وحده لا شرك له أدعو ماذا؟ عندما أرفع يدي بالدعاء أدعو الله وحده لا شرك له أدعو بما أحتاج أرفع يدي وأدعو الله وحده لا شرك له أحسنتم يا ظلابي وطالباتي توحيد الألوهية يسمى بماذا؟ بتوحيد العبادة ماذا يعني هذا الكلام يا ظلابي وطالباتي؟ يعني أن أوحد العبادات لمن؟ أوحدها لله عز وجل أوحد جميع العبادات لله عز وجل أدعو الله وحده أصلي لله وحده أصوم لله وحده أحج البيت لله وحده أعتمر لله وحده جميع العبادات أعبد الله وحده لا أشرك به شيئا توحيد الألوهية الدعاء عبادة نجعلها لمن لله عز وجل الدعاء عبادة عندما أدعو الله تكون عبادة دعائي لله يا طلابي وطالباتي دعائي عبادة هل أدعو غير الله لا لا أدعو إلا الله أرفع يدي بالدعاء وأدعو الله وحده لا أشتك به شيئا عندما تكون لدي حاجة عندما أريد أن أدعو الله ولأسرتي وللمسلمين أدعو الله وحده لا أشتك به شيئا والدليل ما الدليل؟ الدليل من القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم أدعوني أستجب لكم هنا الله يقول أدعوني أستجب لكم من طلاب وطالباتي هنا لابد علي ماذا أن أدعو الله الله سيستجيب لي الله سيستجيب لي والدليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم دعوني أستجب لكم أحسنتم يا طلاب وطالباتي والصلاة عبادة نتقرب بها لله هنا لدينا كم صلاة في اليوم والليلة خمس صلوات أحسنتم يا طلاب وطالباتي خمس صلوات الصلاة الأولى صلاة أحسنتم صلاة الفجر وصلاة الظهر أحسنتم وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة نصلي لمن نصلي لله أحسنتم نصلي لله لا أشرك به شيئان أصلي لله ولا أشركها لله أبدا والدليل أن الصلاة نتقرب بها لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الصلاة لماذا؟ لله عز وجل لا أشرك به أحدا لا أشرك به أحدا أحسنتم يا طلابي وطالباتي الصلاة لمن؟ لله عندما يؤذن أسمع الأذى ماذا أفعل؟ أتوضى وأصلي أتوجه للقبلة وأصلي أحسنتم يا طلابي وطالباتي توحيد الألوهية الحج عبادة نتقرب بها لله الحج عبادة عندما أذهب للحج أتقرب لمن؟ أتقرب إلى ربي وأحج إلى ربي والدليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس لحج البيت هنا الحج ماذا؟ لله وأتعبد به لله وحده لا أشرك به شيئا أحج لله وحده أحسنتم يا طلابي وطالباتي تعريف توحيد الألوهية توحيد الألوهية هو إفراد العبادة إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة أفرد الله بجميع العبادات العبادة لا تصح إلا لله والدليل قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا ما هو توحيد الألوهية؟ إفراد الله بالعبادة أو أن الله سبحانه ورب كل شيء؟ ما هو توحيد الألوهية؟ أحسنتم إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة أحسنتم إفراد الله بالعبادة النشاط الثاني رتب البطاقات التي أمامك بجملة مفيدة يسمى توحيد العبادة توحيد الألوهية أريد أن أرتب هذه البطاقات وهذه الأسماء وهذه الجمال يسمى توحيد العبادة توحيد الألوهية نقول ماذا؟ نقول توحيد الألوهية يسمى بتوحيد العبادة وحد العبادة لله وحده لا شرك له نكتب توحيد الألوهية يسمى توحيد العبادة أحسنتم يطلعي وطالباتي هنا النشاط الرابع صل أمام العمود باء بما يناسبه بالعمود ألف فقرأ هناك ألف الفقراء الحج عبادة نتقرب بها لله والصلاة عبادة نتقرب بها لله والدعاء عبادة نجعلها لله في العمود باء مجموعة من الآيات نصلها بما يناسبها نصل الفقراء ألف بما يناسبها من الفقراء باء الحج عبادة نتقرب بها لله أين الدليل الذي يدل على الحج عبادة نتقرب بها لله المربع الثاني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا نصل الحج عبادة بالدليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس يحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا نصله الحج عبادة نتقرب بها لله بالدليل المناسب له الصلاة عبادة نتقرب بها لله نبحث عن دليل الصلاة في المربع الثالث أقرأ لكم الدليل قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نصلها بأن الصلاة عبادة نتقرب بها لله بالدليل المناسب لها الدعاء عبادة نجعلها لله في المربع الأول الدليل قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم دعوني أستجب لكم أصلها بالدليل المناسب لها هل انتهيتم يا أبنائي وبناتي أحسنتم يا أبنائي وبناتي طلابي وطالباتي سوف أعرض لكم مجموعة من الصور التي تدل على توحيد الألوهية مجموعة من الصور تدل على توحيد الألوهية ما هو توحيد الألوهية؟ هو توحيد العبادة لله أحسنتم يا طلابي وطالباتي توحيد العبادة لله وحد العبادة لله جميع العبادات من صلاة وصيام وقيام يا طلابي وطالباتي هنا من أنا؟ أنا ماذا؟ أنا مسلم أعبد الله وحده أعبد الله وحده وأتبع الدين الإسلامي ولا أشرك بربي أحدا الله من هو ربي؟ من هو ربي؟ أحسنتم يا طلابي وطالباتي ربي هو الله ربي هو الله ربي هو الله أنا أؤمن برب واحد هو الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعبد الله وحده لا أشرك به شيئا الله خالق الأشياء كلها يا طلابي وطالباتي ماذا أفعل؟ الله لماذا خلقنا؟ لعبادته أحسنتم الله خلقنا لعبادته الله خلقنا لعبادته يا طلابي وطالباتي الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنا أفرد الله بالعبادة أفرد الله بالعبادة وأشهد أن لا إله غير الله أشهد أن لا إله غير الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة هناك خمس صلوات في اليوم والليلة هناك خمس صلوات في اليوم والليلة أصليها لمن؟ لله أحسنتم يا طلابي وطالباتي خمس صلوات أصليها لله ولا أشرك بربي أحدا أحسنتم إيتاء الزكاة هنا عندما أعطي المال للفقراء وأعطيه المحتاجين من فئات الزكاة هل أتعبد بها لمن؟ لله أحسنتم درسي لهذا اليوم هو توحيد الألوهية لله صوم رمضان لمن أصوم؟ لماذا أمتنع عن الأكل والشرب في نهار رمضان؟ لمن؟ لله أحسنتم أتعبد وأصوم إلى ربي أتعبد وأصوم لربي وحده وحج البيت حج البيت أحج لمن؟ لله أحسنتم يا طلابي وطالباتي أحج لله والحج لمن استطاع إليه سبيل الحج لمن استطاع إليه سبيل أحسنتم يا طلابي وطالباتي إذن من نعبد؟ إذن من نعبد يا طلابي وطالباتي؟ أعبد من؟ أعبد الله أحسنتم أعبد الله ماذا أعبد الله وحده ولا أشرك به شيئا من ربي من ربي أحسنتم ربي والله ربي هو الله وأنا أؤمن بأنه نارك ماذا ماذا رب واحد وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ربي واحد وأفرده بالعبادة من العبادات ماذا الدعاء أدعو الله وحده أحسنتم يا طلابي وطالباتي قد وصلت إلى نهاية درسي لهذا اليوم ننتقل إلى التوصيات يجب مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب وطالبة عند التدريب تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب وطالبة على الصلاة والدعاء لله وحده لا شريك له التوصيات الحص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز وتجيب أنواع المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة هو من حولنا قد وصلنا إلى نهاية الدرسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصة رميح إلى اللقاء